بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيزي طلبة السادس الأعدادي بفرعيه العلمي والأدبي ومرحبا بكم في لقاء جديد أحبائي وصل بنا الكلام إلى الدرس الثاني من الوحدة الأولى من قصص القرآن الكريم قصة أصحاب الكهف أحبائي أصحاب الكهف في القرآن الكريم أين ذكروا؟ أي في أي سورة؟ ورد ذكروا أصحاب الكهف في طبعا سورة الكهف المباركة من الآية التاسعة إلى الآية السادسة والعشرين من الآية التاسعة إلى الآية السادسة والعشرين طبعا هذه القصة قد حيكت حولها الكثير من الأساطير القديمة طبعا وقد أشار القرآن الكريم إلى محاور في هذه القصة ومن هذه المحاور هو العدد أو الاختلاف في العدد وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في الآية الثانية والعشرين من سورة الكهف فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل إلى آخر الآية الكريمة طبعا وقد ورد في بعض الروايات أن العدد الصحيح هو أنه كانوا سبعة وثامنهم كلبهم أي كان معهم كلب أكرمكم الله طيب رح ندخل الآن في الأسئلة طبعا رح ندخل لكم بعض أهم الأسئلة أول سؤال من هم أصحاب الكهف؟ من هم؟ من هم أصحاب الكهف؟ الجواب هم فتية آمنوا أو هم فتية من أشراف القوم أي كانوا من علية القوم قد آمنوا بالله قد آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا بوحدانيته وكانوا على دين الحق أما قومهم فكانوا مشركين كانوا يعبدون الآلهة المفترى رح إلى سؤال ثاني على أي شيء تعاهد أصحاب الكهف على أي شيء تعاهدوا الجواب عاهدوا الله سبحانه وتعالى على عبادته وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض الحي القيوم إذ لا يستحق العبادة غيره ثم تعاهدوا على الثبات في طريق الحق تعاهدوا معا على الثبات على الإيمان على إيمانهم القويم بالله سبحانه وتعالى طيب لما سؤال آخر لما اعتزل أصحاب الكهف قومهم الجواب لأنه كان في بلدتهم ملك ظالم يسمى ديقانوس وهو روماني يأمر الناس بعبادة الآلهة الآلهة المفترى ويقتل كل من يعاديها أو يعبد غيرها فتعاهدوا أي أصحاب الكهف فيما بينهم على الخروج من قومهم ومن بلدتهم واعتزال القوم والفرار بدينهم إذن تعاهدوا فيما بينهم على الخروج من قومهم واعتزالهم والفرار بدينهم سؤال آخر بعد أن خرجوا واعتزلوا القوم كيف كانت رعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته لأصحاب الكهف كيف كان الله يرعاهم ويحميهم الجواب ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم نوما عميقا في الكهف بعد أن دخلوا إلى الكهف ألقى الله على آذانهم أو ألقى الله عليهم نوما عميقا فناموا ومرت السنون الطوال وهم في حرز منيع فقد كانت كيف كانوا كانت للكهف فتحة واسعة باتجاه الشمال يأتي منها النسيم العليل وكانت الشمس إذا طلعت مالت أشعتها عنهم وإذا غربت تجاوزتهم فكانت حرارتها لا تؤذيهم وكان الله سبحانه وتعالى يقلبهم في نومهم حتى لا تؤثر الأرض في أجسامهم طبعا باعتبار المدة كانت طويلة جدا إذن كانت في الكهف فتحة باتجاه الشمالية منها النسيم العليل هذه النقطة الأولى بعد حرارة الشمس كانت لا تؤذيهم بعد كان الله سبحانه وتعالى يقلبهم يمينا وشمالا لماذا أو ما السبب حتى لا تؤثر الأرض في أجسامهم حتى لا تؤثر الأرض في أجسامهم وبهذه الوسائل قد حفظهم الله سبحانه وتعالى ورعاهم في الكهف طيب سؤال آخر كيف كان يرى الناظر لأصحاب الكهف حالتهم الجواب كان الناظر إليهم في كهفهم يراهم منتبهين أيقاضة لانفتاح عيونهم وكثرة تقلبهم هذا أشرنا لقبل قليل وهم في الحقيقة نيام إذن كانوا نيام ولكن عيونهم كانت مفتوحة وكان منظرهم مرعب للناظر إليهم من الخارج طيب بعد هذه الأمور أيقظهم الله سبحانه وتعالى إنا يجينا سؤال ماذا سأل بعضهم بعضا بعد استيقاظهم من ذلك النوم أو الرقاد الطويل الجواب سأل بعضهم بعضا عن مدة نومهم ومكثهم في الكهف فقال أحدهم كم لبثتم فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أما يوم أو جزء من اليوم ولما لم يكونوا متأكدين من ذلك قالوا اتركوا الأمر لله اتركوا الأمر لله تعالى فهو أعلم بما لبثنا طيب طبعا قبل من انتقل إلى السؤال اللي يقول كيف كانت نهاية قصة أصحاب الكيف هناك أمور انذكرت بالكتاب وأيضا في كتب التاريخ أنه ذهب أحدهم إلى المدينة ليشتري طعاما وكان بيده عملة تمام وكان بيده عملة من زمان قديم من زمان ملك الظالم دق يانوس وتفاجأت الناس بهذه العملة وصار كلام طويل إلى أن تضحت الأمور للناس وعرفوا أنهم هم ذول الفتية اللي كانوا معتزلين أو أنهم خرجوا من البلدة في زمن الملك الظالم دق يانوس يعني عرفوا قصتهم بالنهاية فهي باختصار حتى لا نطيل عليكم السؤال هنا عندنا كيف كانت نهاية قصة أصحاب الكهث جواب ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم بعد أن عادوا إلى مضاجعهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى إذن هنا الله سبحانه وتعالى قد أماتهم خلافا للمرة الأولى ولما عاد القوم إليهم ووجدوهم قد ماتوا بعد أن أطلعهم الله عليهم وإحنا أشارنا قبل قليل هذه المسألة قالوا أي القوم لنبني على باب الكهف مسجدا نصلي فيه فوافق الملك هنا الملك الملك العادل وليس دق يانوس لأن المدة كانت طويلة فهذا ملك آخر وهو موجود أي المسجد في الأردن أو الكهف في الأردن على المشهور طبعا هناك قوال أخرى لكن المشهور أنه في أرض الأردن هذا هو القول المشهور سؤال مهم كم رقد أصحاب الكهف في الكهفهم وما الحكمة من رقادهم الطويل شنو الحكمة من هذا الرقاد الطويل الجواب أولا رقدوا في الكهف ثلاثمائة وتس سنين القرآن شيء قول القرآن الكريم وازدادوا تسعة طيب شق الثاني وقد أيقظهم الله سبحانه وتعالى من رقادهم دلالة على قدرته سبحانه وتعالى على الإعادة إلى الحياة بعد الرقود الطويل وفي ذلك رد على من أنكر البعث والحياة بعد الموت من الذين فتنتهم الدنيا ببهجتها وزينتها طيب هذا السؤال وزاري مكرر مهم جدا إما يقلك وضح أهم وأبرز ما يستنتج من قصة أصحاب الكهف أو يقلك ما أبرز ما يستنتج من قصة أصحاب الكهف سؤال جدا مهم جواب أربع نقاط نقطة الأولى وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت وعظيم قدرة الله تعالى أعيد وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت تمام وعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك ثانيا وجوب اتباع الحق وأصحابه وإن كانوا قلة أي وإن كانوا مستضعفين ثالثا وجوب الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم لقضائه كما فعل أصحاب الكهف طيب جواز هذه النقطة الرابعة نستنتجها من شنو نبني عليهم مسجدا تمام ننتخذنا عليهم مسجدا اللي هو يعني نبني جواز بناء المساجد وتأجية الصلاة في الأماكن التي ضمت قبور الأولياء ووجوب احترام قدسيتها كقبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأئمة الأطهار أو المشاهد المشرفة للأئمة الأطهار سلام الله عليهم إذن أربع نقاط قلنا نقاط قلنا السؤال المهم وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت وجوب اتباع الحق وآصحابه وإن كانوا قلة وجوب الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم لقضائه وجواز بناء المساجد وتأدية الصلاة فيها واحترام قدسيتها طبعا مساجدتي ضمت قبور الأولياء هي هاي النقطة المهمة طبعا أحبائي نرجو أن تكونوا قد استفدتم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرض